بسم الله الرحمن الرحيم نتابع الحديث عن خصائص النظام السياسي الإسلامي من هذه الخصائص الخاصية الثالثة أن النظام السياسي الإسلامي نظام عالمي ومعنى أنه نظام عالمي أنه منزل لجميع الناس على حد سواء وصالح لهم جميعا بحسب طبيعتهم الإنسانية بغض النظر عن الجنس أو اللون أو اللغة وكذلك صالح لجميع الأماكن وصالح لجميع الأزمنة ويدل على ذلك الآيات والأحاديث التي جاءت ببيان عالمية هذا الدين وعالمية هذا النظام السياسي المرتبط به فمن الأدلة قوله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة فهذه الأدلة من الكتاب ومن السنة تدل على أن هذا النظام السياسي نظام عالمي صالح لكل زمان ولكل مكان وصالح لجميع الناس باختلاف أجناسهم وألوانهم وثقافاتهم من خصائص النظام السياسي الإسلامي الوسطية والإسلام هو دين وسط في عقيدته وفي عبادته وفي شريعته فليس بالغالي وليس بالمقصر المفرط وكذلك في أنظمته ومن جملتها النظام السياسي فلا هو نظام دكتاتوري يقوم على القمع ومصادرة حريات الناس والتعدي على أنفوسهم وأموالهم ولا ديمقراطي مفرط لا يحترم حقوق الناس ولا الحريات ولا الخصوصيات باسم الديمقراطية وإنما هو نظام يمنع الدكتاتورية ويقيد الديمقراطية المفرطة بقيود تجعلها صالحة وبهذا يعتبر خير نظام عرفته البشرية ولقد وصف الله سبحانه وتعالى هذا النظام وهذه الأمة بالوسطية في قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فالأمة الإسلامية هي أمة وسط وسط في عقيدتها وفي عبادتها وفي نظامها السياسي ومن أجل مظاهر مراءمة النظام السياسي الإسلامي لمطالب البشر هو أنه متوازن ووسطي وهو كذلك ثابت في جوانبه التي لا تقبل التغيير وهي النصوص الشرعية والقواعد العامة ومتطور في الجوانب الأخرى التي تصلح في زمان ولا تصلح في زمان آخر فتتطور وبذلك يجمع بين الثبات وبين التطور الخاصية الخامسة من خصائص النظام السياسي الإسلامي الواقعية ومعنى ذلك أن النظام السياسي الإسلامي واقعي ويمكن تطبيقه في حياة الناس فليس نظاما مغرقا في الخيال وبعيدا عن طبيعة البشر وليس نظاما مجتمل على القضايا المنطقية المجردة أو التصورات العقلية المجردة أو القوانين المثالية التي لا مقابلها في علم الواقع وإنما هو نظام إسلامي يشرع للناس كما هم في عالم الواقع ومن أكبر مظاهر واقعية النظام السياسي الإسلامي أنه يتعامل مع هذه الحياة الواقعية بكل ما فيها من خير وكل ما فيها من شر ويتعامل مع الناس وهم بشر لهم طبائع مختلفة لهم عقليات مختلفة ونفسيات مختلفة وبالتالي جاءت النصوص تدل على أن النظام السياسي الإسلامي واقعي ويتعامل على ما جبل عليه الناس قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هذه الآية تبين طبيعة الناس وأنهم يخطئون وينسون وأن النظام السياسي الإسلامي جاء ملبيا لواقع الناس أيضا يقول سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أونبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدنا فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد إذن هذه حاجات ومفطورون الناس عليها على حب النساء والبنين والذهب والفضة والخير المسومة وبذلك النظام السياسي يكون واقعيا وملائما لواقع هؤلاء البشر الذين يخطئون ويصيبون ويحبون ويكرهون إلى غير ذلك من الأمور وقد جاء الدين مطابقا للواقع وموافقا للفطرة الإنسانية ويعني ذلك في المجال السياسي وهو ما يهمنه هنا الجانب السياسي ثلاثة أمور ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ الأمر الأول الإتيان بالأنظمة والتشريعات السياسية الممكنة التطبيق في واقع البشر يعني الأنظمة والتشريعات السياسية ممكنة أن تطبق في واقع البشر واقع البشر الذي ذكرتها الآيات أنهم يخطئون وينسون وأنهم يحبون ويكرهون وأنهم يحبون المال ويحبون البنين فجاءت الأنظمة والتشريعات السياسية ممكنة التطبيق في واقع البشر على حالهم هذا الأمر الثاني النظر إلى الحاكم على أنه بشر له حقوق وعليه واجبات وعدم التجاوز في حقوق إلى ما ليس له فالنظر إلى الحاكم على أنه بشر يخطئ ويصيب أيضا النظر إلى المحكوم على أنه بشر كذلك له حقوق وعليه واجبات فلا يبخس هذه الحقوق وإنما يعطى هذه الحقوق كاملة هذا مجمل هذه الخصائص خصائص النظام السياسي الإسلامي وهي الربانية والعالمية والوسطية والواقعية